وفاء سألت السؤال مهم في حقيقة عند كثير من الأباء والأمهات أحيانا بعض البنات أو بعض الأولاد يكونون في خدمتهم و طاعتهم لأبائهم أكثر من بقية الإخوة والأخوات هل يجوز للأبي والأم أن يميزهم بشيء مقابل هذه الخدمة أو هذه الطاعة التي يتميزون بها للتشجيع و لحث بقية الأبناء أن يكونوا مثلهم كذلك الأصل هو وجوب العدل بين الأولاد ذكرا و إناثا و النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله و اعدلوا بين أولادكم هذا هو الأصل ولكن لا شك أن هناك استثناءات ربما لا تعد استثناءات لأنها في الحقيقة هي مسائل أخرى ليست داخلة في موضوع الهبة المطلقة و العطية المطلقة منها على سبيل المثال قيمة العمل قيمة الجهد فإن كان هناك جهد و هناك سيارة و هناك محروقات و هناك وقت يقضى في قدمته و في الذهاب و الإياب فهذا عمل الناس يأخذون عليه بالعادة أجره هناك ربما سائق و ربما مساعد و ربما يعني جليس لهذا الرجل إذا احتجي إليه فهذا يقوم بهذا المقام فيعطى بقدر ما يأخذ الناس عادة و لا يعد هذا من الظلم النوع الثاني من البر هو بر لطف و بر حسن حديث فهذا لا أرى أنه يعطى عليه مكافأة فهذا له الأجر و له المثوبة لا يقضي فيه وقت زايد يعني هو يأتي مع إخوانه في وقت واحد مثلا و زيارات واحدة و العمل واحد و لكن هذا صار يعني أحب في قلب أبيه أو أمه بسبب كثرة لطفه و حسن استماعه مثلا و حسن حديثه يوجه الكلام له و يستمع إليه ذا تحدث و يحس فيه أو معه بالأنس فهذا قد يدفع بعض الآباء و الأمهات إلى منحة له مقابل هذا اللطف فهذا لا يجوز بل حتى لو كان على أصح الأقوال و أن كان فيه نزاعا لو كان أحدهما فاسقا و الآخر صالحا لا فرق لأن العلاقة هي علاقة الأبوة و الذي أردته الشريعة في مقاصدها في العدل بين الأولاد هو أولا مطلق العدل و الثاني هو إزالة الضغينة و هذه تحصل حتى في حال الفسق و الفساد فلهذا لا أرى إلا إذا كان هناك عمل يكون له قيمة بالعادة فهنا يكون ذلك من الصور المستثنات إذا كان الإبن يهدي والده كثيرا و الآخر لا يهدون و من المعلوم أن المكافع على الهدية مشروعه مستحبة و هذا ليس ظلما لأنه هو أعطى هدية الإبن و الأب رد هذه الهدية فصار هناك نوع من التساوي بينه و بين إخوانه في هذه الصورة فيجوز رد المكافأة أو الهدية التي يكافئ بها الأب الوالد و ولده و لا يلزمه أيضا أن يعطيها مثلها لبقية الأولاد هذه من الصور المستثنات وإلا الأصل ووجوب العدل والله أعلم